تواصل قوات الاحتلال تعنتها بأن شرعت بنصب ممرات جديدة إلى جانب البوابات الإلكترونية الموضوعة عند بابي الأصباط والمجلس على مداخل المسجد الأقصى المبارك كما يواصل الاحتلال قمع المرابطين والمصلين عند أبواب الأقصى الذين واصلوا رباطهم لليوم الحادي عشر على التوالي رفضاً لإجراءات الاحتلال لليوم العاشر على التوالي يواصل المقدسيون رباطهم أمام أبواب المسجد الأقصى المبارك مؤكدين استمرار الأمر كما هو عليه حتى عودة الوضع في الحرم القدسي إلى مكان عليه قبل الرابع عشر من تموز الجاري بإزالة البوابات الإلكترونية وكاميرات المراقبة المعلقة على أبواب المسجد اعتصامنا هنا ليس فقط لتغيير ما قام به الاحتلال لفرض سيطرة تلمودية يهودية وفرض أمر واقع جديد على المسجد الأقصى المبارك بل الآن هدفنا هو إزالة كل التعديات على المسجد الأقصى المبارك ولذلك نحن نعي تماماً أن الاحتلال قد بدأ بهذه الخطوة لتمرير مؤامر على المسجد الأقصى قد خطط لها منذ سنوات طويلة سنبقى صامدين إلى أن يتحقق أهدافنا ونحن هنا ونحن أصحاب الحق ولذلك نحن والاحتلال ونرى من سينتصر الاحتلال لم يتوانى عن قمع المصلين المرابطين مع كل صلاة يؤديها المقدسيون على الإسفلت أمام أبواب الأصباط والمجلس ومع هذا المقدسيون يصلون الصلاة والأخرى رافضين أي التفاف للاحتلال على القضية الرئيسية قضية البوابات الإلكترونية ويرفضون دخول الأقصى عبرها ما زلنا معتصمين على أبواب البلسجة الأقصى المبارك وعلى أسواره في الشوارع في الأسقى حيث بات يسر لنا الوصول ما زلنا نصلي في الشوارع في الماكن هذه المعهودة ما زال المقدسيون مصرون ومتمسكون بموقفهم على الثبات والصمود والمرابطة والمصابرة على هذا المكان المبارك حتى يخضع الجانب الآخر وقوات الاحتلال لهذه المطالب المشروعة بإزالة هذه البوابات الجائرة الظالمة نسأل الله سبحانه وتعالى أولا أن يحفظ هذه الجمعات الطيبة وأن يبارك في صمودها وفي ثباتها وأن يجعل ذلك في ميزان حساتها وأن يفرج على المسجد الأقصى وأن يحفظ المسجد الأقصى من كيد الكائدين وطبع الطامعين المقدسيون يبدون صمودا ورباطا منقطع النظير وبذلك يسطرون بصمودهم أسمى صور العشق للقدس مدينتهم الأولى والأخيرة عاصمة وطنهم الفلسطيني كما أنهم يرسمون لوحة تؤكد سيطرتهم على المدينة ووضع الاحتلال في خانة اليك حيث باتت حكومة تل أبيب أمام خيارين إما إزالة البوابات أو تحمل الكلفة الباهظة لتعنتها ورفض ذلك ترجمة نانسي قنقر